لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في البنية التحتية عقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين لإنهاء المخرجات المتعلقة بتعزيز أجندة استخدام التقنية في المشاريع وتقديمها لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر يوليو القادم ودعمت رئاسة المملكة حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية لإزالة العوائق وإدارة المخاطر وتهيئة الظروف للاستجابة للأزمات المستقبلية واستمرار الابتكار في البنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام وتناولت الاجتماعات مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بمشاركة أكثر من مئة مستثمر من مختلف دول العالم تجاوزت قيمة أصولهما الاستثمارية نحو عشرين تليليون دولار وبحث سبول التعاون المشترك والموسع لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة النظم في البنية التحتية تحديات غير مسبوقة وتعمل المجموعة على تهيئة وتطوير الأنظمة واستمرار الابتكار فيها لإيجاد حلول ملموسة لتمكين الاستثمار في البنية التحتية لدعم التعافي وتطوير وتقييم أطور الأعمال التنظيمية مع الدول الأعضاء وتوزيع المخاطر التي يمكن أن تساعد الدول على التعافي من الجائحة على المدى القصير وسد الفجوة التمويلية بتأثير طويل المدى على الإنتاجية والنمو